اليوم العراقيون وكل العالم كان يتابعوا باهتمام بالغ ما يجري في ساحات الاحتجاج أو ساحات الثورة العراقية المباركة وما تعرض إليه الثوار من استخدام للرصاص الحي وأسلحة أخرى في محاولة لفضل هذا الاعتصام أو تحجيمة أو تحييدة هذه الثورة المباركة التي قام بها الشباب العراقي كانت عظيمة بكل المقاييس وأفرحت كل الذين يتطلعون ويحبون الحرية والإنسانية إنها قدمت نموذجا عراقيا كبيرا وقف العالم له بإجلال واحترام واكبار لأنها عبرت عن شباب واعن وظلم لطبقة سياسية هذا الظلم كان غير معهود في كل الأزمنة من الذي يغتاظ من هذا المنجز من مصلحة من أن تحدد الثورة أو تستبدل أو تسرق أو يضع لها قيادات أخرى من اللحظات الأولى من تشرين حتى قبيل أيام معدودة كان التلاحم والوحدة الوطنية والعنوان العراقي هو السائد في هذه الساحات ولذلك استطاع شبابنا بمختلف بشاربهم ومذاهبهم وانتمائهم الوطني الواحد أن يحققوا منجزات في زمن كان صعبا وكان قاسيا والمنجزات التي تحققت كانت من أحلام اليقظة بأنك تقض مضاجع هذه القوى التي عاثت فسادا وجورا وظلما بشعب فقير أعزل نريد أحدا يكون صريحا وجريئا وصادقا مع نفسه أن يقول من مصلحة من هذا الذي يحصل بحيث ترك غصة في نفوس الشعب كله وكل الأحرار وكل الثوار لماذا بعد أن خطونا خطوات مهمة وواثقة تصل أو نصل إلى ما لا يحمد عقباه مستقبلا وهذا الخطاب وهذا النداء إلى أصحاب العقول الراجعة أن ينتبهوا لما يجري أننا بدأنا إعادة إنتاج الهوية الوطنية العراقية فلا تمزقوها ولا تعبثوا بها والذي يخاف من الهوية الوطنية واللحمة الوطنية والوحدة الوطنية والشباب الواعي وسيادة القانون وسيادة الحرية فأنا من هنا أبشره أن زمن الفوضى قد انتهى وأن الأحرار لا يغذلون الثورة ستمضي مهما أراد لغيرها أراد غيرنا أن يقتلعها من جذرها الثورة لا يغذلون يعرفون طريقهم ويعرفون مسالكهم وأهدافهم ترجمة نانسي قنقر